تحل اليوم الذكرى السنوية الخامسة والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين التي أصبحت الدرع المنيع القائم على حماية مكتسبة الوطن الغالي هذه القوة التي تتنامى قدراتها يوما بعد يوم بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم ورعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء للقيام بدورها في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه وسيادته قبل خمسة وخمسين عاما قام الصرح العسكري بكيانه الحام المدافع عن ثرى أرض البحرين المتكفل بضمان أمن حدودها واستقرارها ووحدتها في وجه الأطماء في ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين معاني عظيمة توفي حق مؤسسة عسكرية استطاعت أن تثبت نفسها وتصنع لذاتها مكانة عالية بين المؤسسات العسكرية الإقليمية والدولية وذلك لم يكن لولا عظيم الرعاية والدعم التي تتلقاها من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة مستمرة لشؤونها من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الخامس من فبراير بات يوما وطنيا تحتفل فيه فئات المجتمع البحريني كافة شموخا وإباءا يستقر في نفوسها على وجود قوة دفاع البحرين كدرع للوطن حصين نهض بنائه على أسس عسكرية حديثة تضاهي الجيوش المتقدمة تسليحا وتدريبا تذود عن الوطن لضمان استقلاله وإرادته الحرة وإعلاء كلمة الحق فضلا عن دورها الحيوي والمؤثر في الوقوف مع الأشقاء والازدقاء فقد شاركت قوة دفاع البحرين في عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل ضمن التحالف العربي لأداء الواجب الوطني لدعم الشرعية في اليمن ناهيك عما تؤديه من دور ملحوظ إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأعمال الإرهابية والقرصنة البحرية في المحيط الهندي وعمليات المراقبة تحت مظلة الأمم المتحدة بالإضافة إلى تأمين تدفق النفط لدول العالم خمسة وخمسون عاما استطاعت فيها قوة دفاع البحرين تحديث منظومتها وزيادة وحداتها وأسلحتها وتجهيز منشآتها ورفع كفاءة منسوبيها حيث ساهمت بتتشين عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التي تقدم خدماتها المتميزة وعلى أعلى المستويات بالإضافة إلى دورها في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كما كان لقوة دفاع البحرين اليد الطولة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم ولم تتخلف يوما عن تقديم العون والمساعدة لأي شعب يتعرض لكوارث أو صراعات عبر مشاركتها في الكثير من عمليات الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الدوليين ترجمة نانسي قنقر